أكد وزير النقل خلال زيارة إلى شركة ميناء الحاويات في العقبة وترأسه اجتماع الشراكة بين القطاعين في النقل البحري على أهمية العمل على تحديث التشريعات القانونية والفنية لرفع كفاءة السلامة والأمن البحري وخلال زيارته إلى ميناء الحاويات في العقبة أكد وزير النقل على ضرورة وضع نظام لزيادة التنصيق وتنظيم كفاءة الجهات الرقابية المعنية بإجراءات إدارة وفحص ومناولة الحاويات في الميناء وتوفير فرص التدريب اللازمة للعاملين في القطاع الخاص من خلال المنح المقدمة من الجهات الدولية وإجراء دراسة لواقع القوى العاملة البحرية في عين أكد الوزير خلال ترأسه اجتماع الشراكة بين القطاعين في مجال النقل البحري على ضرورة تعزيز وسائل التواصل مع القطاع وتفعيل قواعد الشراكة لتحقيق التنافسية والكفاء قانون النقل البحري تم أعداده من فترة طويلة ما زال لم يصدر ولم يمر بمراحل الدستوري لغاية الآن سيكون هناك متابعة في سبيل إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود وسيتم قبل ذلك عادة النظر ومراجعته بشكل طبعا يخدم قطاع النقل البحري ترجمة نانسي قنقر